البحر من ورائهم وجيش الإسرائيلي أمامهم سكان رفح ونازحون إليها العزل مهددون بمواجهة الموت في ظل وجود مؤشرات لاقتراب إسرائيل من اطلاق عملية عسكرية تحضر لها منذ نحو شهرين باقتحام المدينة بواديرها بدت واضحة خلال الأيام القليلة الماضية بعمليات قصف عنيف على المنازل تسبب في يوم واحد فقط بعشرات الضخايا أين يذهب سكان رفح أقصى جنوب غزة يقطن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح هنا يضاف إليهم مائتان وخمسون ألفا هم سكانها الأصليون في مساحة لا تتعدى أربعة وستين كيلو مترا مربعا وسط مخاوف من وقوع مجازر جديدة فضلا عن التحذيرات من تفاقم المجاعة في ظل النقص الهائلي للمساعدات الإنسانية وهم يحددونا بالاجتياع وقالوا أنه نخرج دول أخضر بالاجتياع رفح وين المجلس الآمن يا عمي وين العالم كله مننا وين العالم كله من اللي بيصير فينا قاعد يا عمي أنا قد نهان عايشين بموت كسروا دولنا وكسرونا مش قادرين نطلع بيحكم بدهم يخش رفح طب احنا وين بدهم يودونا وين إذن مشاهدين هذه كما تشاهدون هذه هي خريطة رفح الجيش الإسرائيلي يقف على مشارفها الشمالية والشرقية وخلفهم من الغرب كما تشاهدون البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب صحراء قاحلة مساحتها تتجاوز ستين ألف كيلومتر مربع إسرائيل تسعى لتكديس بعضهم هنا في خاني يونس حيث أظهرت لقطات جوية صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل تقول إسرائيل إن الواحدة منها تتسع لعشرة أشخاص ما يعني إمكانية حدوث عملية نزوح عكسي باتجاه شمال رفح وهي مناطق لم تعد تصلح بحسب منظمات إنسانية لإيواء النازحين بسبب عمليات القصف والدمار الكبير فضلا عن صعوبة إيصال المؤن والأدوية والأغذية والمياه حيث سيكون النازحون بين فكه جبهتين قتاليتين إذا ما نفذ جيش الإسرائيلي تهديداته بالسيطرة بريا على رفح وهو أمر واجه اعتراضات وتهذيرات عربية ودولية عدة فقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح ستكون له عواقب إنسانية كارثية لا يمكن قبولها بينما حذر ماكرون من أن شن هذا الهجوم سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش على أن أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لمليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة في حين حذر بايدن خلال اتصال مع نتنياهو مشني أي عملية في رفح من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين